طب ايه الفرق بين تاني؟ بين جوجل كمحرك بحث وبين الشات جي بي تي يعني كمان في مصادر البحث يعني هنا ده هال المصادر هنا أكيد بالبلايين وهنا بالمليارات ومليارات بس أيهما أكثر يعني أيهما أعمى جوجل بيديني ترتيب يعني أول ما أقوله بيدور مثلا على عجلة ركوب بيبدأ يديني الحاجات وفقا لمعرفته بيه والمحيط الجغرافي بتاعي والحاجات اللي منشورة هو عارف أنها منشورة على الإنترنت فبالتالي احنا بنقول أن جوجل شايف حوالي 85% من الإنترنت بيبعت الروبوت فتاعتها يعرف فيه إيه فهو بيرشدني له واخش أشتري منه أو أتعمل معه أو أفهم اللي بيقوله شات جي بي تي ما بيعملش كده شات جي بي تي بيديني نتيجة نهائية وقلي بالك جوجل بيفتح لك الاختيارات يعني أنت تختار فتقرى ده بس تقول لا لا أنا عايز أشوف جورنان تاني مثلا عكسه أشوف رؤية تانية مثلا ومصادر مختلفة بزرط فبدأ بيردو بياخد بعض العمل والمجهود تاني بيجيب لك إجابة محجدة؟ بيجيب لك إجابة وبدون ما يقول لك روح للموقع الفلاني فأنا النهاردة أنا ممكن أتحور معه أقوله والله بس أنا سامع أن العربية الكذا أحسن يقوم يرد علي ففي حوار رايح جاي لتحسين الإجابة ولكن هو ما بيبعتليش لمصادر لأنه هو معتمد على حيز من البيانات ثابت خلاص هو ما بيروحش يدور طب مهدى كده معناها أنه هو بيرد بناء على البيانات اللي تم تغذية هذا الروبوت بيها بالضبط طيب بصرف النظر بقى عن اتجاهها ومصادرها يعني ودقتها مهدى بيسموه في الزكاة الاصطناعية التحيص إن أنا دربت الآلة على مواقف كتيرة جدا بس في موقف معينة أنا ما دربتاش عليه فلما تتحط فيها تبدأ تطلع نتائج غلط جدا وده شفناه في الطيارة البوينج سبعة تلاتة سبعة اللي وقعت وكانت الـ AI هو اللي بيزوها هو تحطت في كونديشنز الكونديشنز ديات الـ AI ما تعودش عليها فوقع الطيار